بلاكي فيو دانا من تبدع بمجال الاجهزة خاصة التابلت واليوم عندنا تابلت جديد من بلاكي فيو السلام عليكم وشبابا ياكم مرتضى جليحاوي هذا التاب من بلاكي فيو هو بلاكي فيو تاب 12 برو الرسمية موجودة عندنا من العراق هو البي سي اي فانت من تاخذ الجهاز او تشتري الجهاز اتأكد انه لاسق البي سي اي موجود على الجهاز ليش تضمن حمتك اول شغل انه هذا الجهاز رح يكون تحت ضمان الوكالة ضمان الوكالة اللي يقدم لك 14 يوم استبدال اي خلل مصنعي بالجهاز اما بالنسبة للصيانة رح يكون سينيكم لصيانة متجانية اذا كان خلل مصنعي بالجهاز مع انه هذه التابتات اذا اخذتها من الوكالة الرسمية رح تحصل اللاسق ورح تحصل الحافظة وكذلك القلم لبعض الاجهزة اللي تدعم القلم فاذا اشتريت من الوكالة رح تحصل كل هاي الاشياء بدون ما تنقص اي شي من الكارتونة اجينا لتصميم الجهاز التصميم مبني من المعدن واحد من الاجهزة اللي ينطيك تصميم كلش حلو حقيقة انه حافل موجودة بيه والاسلم والمستطين الموجود بيه هذا الشي ينطيك جمالية بالنسبة للجهاز حتى الجهاز وزنه وكل جريد قيل وزنه 450 ضرام طبعا هذا الجهاز مع انه تابتة واحد من الاجهزة اللي تكون خفيفة جدا اما الحواف رح تكون عدلة مع انه عندك سماعتين استيريو سبيكوب من اليمين ومن يسار الجهاز اذا اجينا للمواصفات الجهاز هذا الجهاز يمتلك شاشة مقاس 10.1 انش من نوع اليس الاسي دي وقدر بيكسلات هي 224 ديكسل بالانش الواحد نعم الشاشة خلال الاستخدامي ما لاحظت اي مشكلة بيها استطعت كلش حلو بيها باكثر الاشياء اللي يستخدمها اذا تريد تستخدم للفيديوهات تستخدم للمسلسلات او تستخدم لبعض الاعمال الموجودة بالدراسة نعم اذا تكون بالرسم او كتابة او فد اشياء تسويها على الجهاز حتى اذا تريد تمنتج على بعض البرامج المونتاج او تريد تصمم على بعض البرامج التصوير او برامج التصميم رح يكون الشاشة كلش حلوة لان الشاشة فوق العشرة انش يعني عشرة بويت واحد فرح تطيق اريحية باستخدام هذا الجهاز هذا الجهاز يجيب نظام الاندرويد اطناعي ولشبت النظام حقيقة جدا سريع بهذا الجهاز مش فتلاقات قوية ولا تعليقات بالنسبة للجهاز مع الشاشة الكبيرة ضح تطيق مجاد جدا واسع باستخدام الجهاز تقدر تشاهد مسلسلات تقدر تلعب انعاب بالجهاز تقدر تمنتج تقدر تصور وتقدر حتى تعدل على الصور داخل الجهاز باي برامج تعديل الصور هذا الجهاز يجينا معالج من يوني سونيك التي 660 المعالج مقارب او منافس للجي 85 من ميدياتيك طبعا المعالج يطيق اداء حلو وسلس باستخدامك الاقتصادي او استخدامك البسيط بالنسبة لهذا الجهاز نعم تقدر تشتغل بواي اشياء واذا تسأني على بورجي هذا الجهاز يشغلك 40 فريم بالسلسة بالنسبة للجهاز واذا تسأني على الجيروسكوب هذا الجهاز ما يدعم الجيروسكوب فبالنسبة للجهاز هذا الجهاز يفتبر واحد من الاجهزة اللي يطيق نظام حلو ومعالج احلى وشغلة الحلوة بالجهاز انه يخلي لك مود البي سي او نظام الحاسبة على هذا التابلت بما انه تابلت شاشة كميرة شاشة 10 انش فتقدر تحوله على مود الحاسبة فانه مجرد من الضبط رح تفتح مود الحاسبة رح يتحول لك جهاز عبارة عن شكل لابتوب او شكل بي سي رح تفتح اكثر مرنامج بنفس الوقت رح تستمتع بالعاب الموجودة على شكل الحاسبة رح تفتح الايقونات على شكل الحاسبة رح تقدر تنصب برنامج التصميم وبرامج المونتاج تقدر تخلي هواي اشياء برامج الفيديوهات تقدر تخلي برامج مشاهدة المسلسلات او غير برامج مشاهدة الفيديو تقدر تشوف فيديو يوتيوب بالنسبة للجهاز بشكل الحاسبة فكل الاشياء اللي تحتاجها موجودة بالجهاز التابلت اللي يشبه نظام الحاسب نخليه لك ياه من داخل الجهاز يعني ما تنصب أي برامج مجرد تفعله راح يكون بنظام الحاسبة أما لو يجينا للكاميرات هذا الجهاز يجي بعدسة أمامية 5 ميكي بيكسول و هنا العدسة كلش حلوة الصور اللي تنطيك إياها مع دقة الأشياء لأن هذا باعتبارها جهاز تابلت تقدر تستعمل للمقابلات اللي موجودة أونلاين مثلا أو لاتصالات المباشرة تقدر تستعمل لك كاميرا أمامية أما الكاميرا الخافية راح تكون 13 ميكي بيكسول الكاميرا راح تطيك صور وفيديو حلوات مع الفيديو راح يطيك full HD و كذلك تقدر تستخدم عدة استخدامات اللي هي موجهة لتابلت و موجهة لموبايل أو مستخدم موبايل فأكثر المستخدين ما راح يحتمد على كاميرا التابلت راح يحتمد على كاميرا الموبايل و نفس الوقت تقدر تأخذ صور وفيديو بالنسبة للجهاز لأن صور تطيك حلوة مع الفيديو دقة الفول HD راح تقدر تمنتج عليها تعدل عليها فهي تنطيك هواي اشياء بالنسبة لهذا التابلت اذا جاينا البطارية هذا الجهاز يمتلك بطارية هي اللي 6580 ميلي امبير اللي تدعم الشحن العشرة واط الموجودة داخل العلبة الجهاز راح يوصلك الى سبع او ست ساعات باستخدام المستمر اما بالاستخدام المتقطع ممكن لا راح يكون اكثر من هذا الوقت يعني راح يوصلك الى 14 او 15 ساعة استخدام متقطع بالنسبة لهذا التابلت راح ينطيك تجربة حلوة بالنسبة الاستخدام كبطارية كواجهة نظام كشاشة كبيرة كسلاسة وهنا صوت عدك سماعتين راح يطلع لك صوت استيريو بالنسبة للجهاز يقدر طلبه من الشركة اونلاين من خلال مواقعهم او رابطهم اللي اذكر لك ياها اسفل الفيديو واذا عبرت ال 75000 راح يوصلك هذا الجهاز بتوصيل مجاني ما راح ياخذون عليك تكلفة التوصيل الشغلة الحلوة بالجهاز انه هذا الجهاز ياخذ اثنين سيم كارت وكذلك ياخذ ذاكرة خارجة يعني ال 128 اذا ما كفرتك تقدر تخلي حتى لو 250 اما بالنسبة للسيم كارت راح ياخذ اثنين شريحة يعني لما اثنين شريحة اما شريحة وذاكرة خارجة فهذا جهاز يعتبر تابلت وموبايل وكتقدر تخلي مود للحاسبة فكل الاشياء اللي تحتاجها جامع لك يا بهذا الجهاز بسعر 213 الف عراقي انا اشوفها واحدة من الصفقات الممتازة بالنسبة لهذا الجهاز اللي يريد يستخدم هيت اجهزة او يحتاج للدراسة ومشاهدة فيديو واي اشياء يحتاجها هذا الجهاز واحد من الخيارات الممتازة بلاكي فيو من وكالة بي سي اي تحياتي لكم وفي امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة